الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع أنبياء الله وسلم وبعد طبعا عارفين عنوان الفيديو لماذا رفضت المسيحية وآمنت بالإسلام قام بعض المنصرين وقال لي تنصر واترك الإسلام واختر المسيحية فاخترت بينهما ودرست الكتابين فاخترت الإسلام ورفضت المسيحية ليه الله عز وجل في القرآن حكيم عادل قال الله عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا رب المسلمين سبحانه جل ثناؤه لا يظلم أحد بينما المنصر اللي جاي يدعوني لترك الإسلام والدخول في المسيحية لا يعرف أن ربه يظلم يظلم أحدا بل يظلم كثيرين الدليل على ذلك حتلقوه في سفر أيوب أو قبله حتلقوه في سفر سمائيل الثاني إصحاح 12 عدد 10 11 12 13 بيقوله الكتاب بتاع المنصر ده بيقول في سمائيل الثاني إصحاح 12 عدد 10 والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة هكذا قال الرب الرب ده اللي هو الرب النصارى الرب بحسب المسيحيين يعني قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك فالرب عندهم بيقيم الشر مع أنهم بينكروا وقولك ربنا ما بيعملش الشر لكن لأنهم لا يعلمون إيه أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نسائك أمام عينيك هياخذ نساء أمامه وأعطيهن لقريبك هيديهم للقريب فيتجعوا مع نسائك في عين هذه الشمس يعني ربهم هيخلي نساء داود عندهم يغتصبنا وللعلم بلا ذنب منهم يعني ظلم نساء داود وجعلهم يغتصبوا بدون ذنب فهذا المنصر عايزني أترك رب المسلمين الذي لا يظلم أحدا وآمن برب يعاقب نساء لا ذنب لها بأن يغتصب عشان خطر جزهم خطأ يعني جزهم أخطأ يقوم نعاقب زوجاته تخيل أنت تكون أخطأت نقوم تركينك أنت وانعاقب زوجتك وانعاقب زوجاتك دا أن يغتصبهم هل هذا عدل؟ هل هذا عدل؟ لا ورب الكعبة إنه ظلم لكن النصارى لا يعرفون ما في كتابهم فيهاجمون الإسلام ولا يعرفون دينهم يقول في إصحاح 12 عدد 13 فقال داود لناثان وليس لداود نبي المسلمين هذا هذا كذبوا عليه وافتروا على نبي الله داود فقال داود لناثان ها أنا أخطأتو فقال ناثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك الرب رب النصارى عمله بينقل الخطايا داود أخطأ نقوم نقلين العقوبة لزوجاتهم نخليهم يغتصبهم هل هذا عدل؟ فهل هذا إله؟ لا والله ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام فرب المسلمين سبحانه لا يظلم أحدا دي النقطة الأولى حياك الله يا أبو عبد الرحمن حياكم الله جميعا حياك الله يا حق مارون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم اللي عنده النصوص يا شباب ينزل النصوص بوركتو أخونا عبد الرحمن دا رب النصارى حق احنا الآن بنترح شبهات النصارى ونرد عليها بس مما يعتقدوهم تمام يا حق سيد يعني بنرد عن نصارى مما تعتقد هي وليس مما يعتقد المسلمين ليه؟ هات أي منصر يقولك شبهة في الإسلام قل له الله في القرآن يقول يقولك ايه؟ أنا لا أؤمن بالقرآن دي حصلت معايا كان فيه شماس وشماس دا بالمناسبة خدم كنيسة صغير بيكبر في الرتب بيدقى قسس يعني قال لي حاضر قال لي إن عندنا في الإسلام لا أذكر كان الشبهة إيه؟ بس بيقول لي رد علي من الإسلام بيرمع علي شبهة بيقول لي رد علي من الإسلام قلتني طب في الإسلام الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إيه رأيك في الكلام ده؟ قال لي ونمالي ما يقول آها يعني أنت يا منصر ويا مسيحي عايزنا رد علي بالإسلام عشان بعد ما أعد أتكلم 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 أقول لي ونمالي ما يقول أنا مش مؤمن بالكلام ده فلذلك أرد عليه مما يعتقد هو يتهم الإسلام بالظلم فأنا بقرج له إن الله في الإسلام ليس الظلام للعبيد بينما الظلام للعبيد هو مين؟ هو الرب عندك أنت في كتابك المحرف النقطة الثانية قال لي أترك الإسلام هذا منصر من 15 سنة قال لي أترك الإسلام وآمن بإلهنا بإله المسلمين فقلت له لا والله بل رب المسلمين لا أتركه لأنه العادل بينما ربك أنت ليس بعادل ربك أنت يظلم العباد قال لي دليلك قلت له افتح سمائل الثاني صحح 24 عدد 15 سمائل الثاني 24 15 بيقول إيه؟ يقول نزله يا جماعة المنصوص الله يرضى عليك بيقول فجعل الرب رب النصارى يعني وبأن في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع وهم منطقتين يعني سبعون ألف رجل وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر ربهم بيندم ربهم ما يعرفش الغيب لو كان ربهم بيعرف الغيب هيندم ليه؟ فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى الآن رد يدك وكان ملاك الرب عند بيضر أرون اليابوسي فكلم داود الرب عندهم داود عندهم كلم ربهم فقال له إيه؟ أنا أخطأت وأنا أغنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ يعني بيقول له أنا غلط داود عندهم بيكلم ربهم بيقول له أنا اللي غلط وأنا اللي أخطأت تقوم قاتل سبعين ألف راجل طبعا قدي أنا شايفين داود أحكم من ربهم داود أحكم من ربهم لا الآن يا المحاربة العثماني الآن التسجيل في الصفحة بس في الحساب تمام؟ اللي يقدر ياخد التسجيل في أي مجموعة شير ما فيش مشكلة يعملها جزيك الله خير فداود بيقول لهم بيقول للرب عنده أنا اللي أخطأت وأنا اللي أذنبت لكن الناس اللي انت قتلتها دي إيه ذنبهم؟ فعلا ما لهمش ذنب ويجي المنصر ويجي المسيح ويتهم الإسلام بالظلم ولا يعرف ويترك يعرف ويترك الظلم الواقع من ربه في كتابه شايفين الفكرة؟ فرد عليه مما يعتقد هو لا ترد عليه مما تعتقد أنت هتخسر المناظرة هتخسر المناظرة لكن لما ترد عليه مما تعتقد ومما يعتقد هو ستكسب ومعنى نصردك أو انتصارك فهو مش انتصار لك كشخص بل انتصار لدينك أيضا بل انتصار لدينك أيضا نكمل في عندنا أيضا قال لي أن الرب المسلمين يعني أو الدين في الإسلام ظلم قلت له فلقد قال ربي في الإسلام ولا يظلم ربك أحدا فلقد قال ربي في الإسلام وما ربك ظلام للعبيد لكن ربك أنت يا نصراني يا مسيحي يا من تهاجم الإسلام ربك لا ينتبه للظلم قال لي في إن الدليل قلت له افتح سفر يعقى أيوب سفر أيوب 24 عدد 12 طبعا الناس اللي بتحاور تاخد النصوص دي تحتفظ بيها بحيث انها تحاور بيها أيوب 24 عدد ما يقول من الوجع أناس يأنون ونفس الجرحة تسبيث والله لا ينتبه إلى الظلم الله عندهم اللي هو مين الرب عندهم الرب لا ينتبه للظلم يبقى مين الدين اللي في الظلم ليس الإسلام الإسلام الرب فيه حكيم عادل لكن الرب بحسب النصارى بحسب الكتاب المقدس باينتبه للظلم بل يظلم عباد قال لي آمن بالمسيحية فلذلك فلذلك آمنت بالإسلام ورفضت المسيحية جاني المنصر وقال اختار اختار الدين اختار الدين الحق آه يا حج جمال مباشر حياك الله يا حج جمال قال لي آمن بالمسيحية واترك الإسلام ولكلوا ليه قال لي عندنا الرب ده على فكرة البس ده جماعة مخصوص للناس اللي كانوا في التراويح عشان بس نبقى في الصورة عشان ليه ليه بقى آمين وياكم اختلوا ليه بعض الناس آآ لا لا مش زبطة يا المحاربة المحاربة العثمانية مش زبطة جربت ما زبطتش معاي لكن خليها هنا في الصفحة والله كريم تمام بعض الناس رجع من صلاة التراويح قال لي يا جماعة عايزين نعمل البث بعد الصلاة قلت لهم خلاص ان شاء الله نعمل البث بعد العشة مباشرة بتوقيت مصر تمام وان شاء الله الفوائد كتير ما تقلقوش ده عندنا ملفات سواء في سواء في آآ سواء في القتل الكتاب المقدس والرد على الشبهات في الإسلام فيه سواء في هل الله واحد ولا تتا في في صفات الرب بين الإسلام والمسيحية في مواضيع كتير هنتكلم فيها بإذن الله دعونا بس بالإخلاص والتوفيق والقبول والسداد جزاكم الله خير أهم حاجة لا تنسونا من صالح بعائكم فقال لي آمن بالإله القوي واترك النصارى إيه الشيطان بيعمل معه إيه قبل ما أقولك الشيطان بيعمل معه إيه أسألكم سؤال حاضر يا حج عودة إن شاء الله أعلم كل اللي أنتوا عايزونه بإذن الله أمين وإياك يا حج جمال بارك الله فيكم يا جماعة الخير الشيطان بيهيج بالخير ولا بيهيج للشر هل الشيطان يأمر بخير أم يأمر بشر دعا سؤال الشيطان معروف إنه بيأمر بالشر صح متفقين معي متفقين نشوف في سفر أيوب إصحاح 2 عدد 7 تاني أيوب 2 عدد المعذرة عدد 3 أيوب 2 3 بيقول إيه بيقول قصة حصلت بين الشيطان بحسب الكتاب المقدس بتاع بيقول كالآتي فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل يتق الله ويحيد عن الشر يبقى أيوب عندهم رجل كامل ويحيد عن الشر يبعد عن الشر وإلى الآن هو متمسل شو بقى الرب ربهم بيقول للشيطان إيه فالرب هيجتني عليه تلعه بلا سبب الشيطان الرب عند النصارى بيقول للشيطان يا شيطان بتهيجني عليك تخيلوا الشيطان يهيج الرب بحسب كتاب النصارى لذلك نقول أن هذا الكتاب محرف ونقول نقبل الإسلام نرفض 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 المسيحية ونقبل نقبل نقبل الإسلام الذي في الإسلام الله قوله لا يستطيع الشيطان الرجيم أن يؤثر عليه ولا أن يهيجه لكن بحسب الكتاب المقدس قدر عليه وهيجه وجرده وسيطر عليه في جبل التجربة كما في متة أربعة وكما عندنا الآن في أيوب اثنين عدد ثلاثة الشيطان هيج الرب بحسب كتاب النصارى فهل هذا إله لذلك آمنت بالإسلام واخترت الإسلام ورفضت المسيحي